اشتركوا في القناة الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب الاستطاعة بما أن بعض العام زعموا أن الإنسان غير مستطيع على أفعاله وإنما هو مجبور فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشاء هذه الأعمال من غير أن يكون للإنسان اختيار كما مر توضيحوا كلامهم ورد كلامهم مفصلا فلذلك كان الموالون يأتون إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام ويستفسرون عن الأمور التي تشيع عند العامة سواء كانت من المسائل العقدية أو من المسائل الفرعية أو من سائر الأمور فمن جملة مسألة الاستطاعة وهي مسألة توحيدية ترتبط بمسائل أصول الدين هل الإنسان مختار أم مضطر مستطيع أو ليس بمستطيع هذا الحديث الثاني حاصله أن رجلا من أهل البصرة جاء إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وسأله وكانت البصرة في ذلك الزمان من المراكز التي يكثر فيها المخالفون وتكثر فيها الآراء والأهواء فجاء وسأل الإمام عن الاستطاعة هل الإنسان مستطيع أو ليس بمستطيع الإمام عليه الصلاة والسلام جاد له بالتي هي أحسن وأجابه بجواب هو الجواب الحق وحاصل كلام الإمام عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الله سبحانه وتعالى لم يتركه صدى وإنما شرع الأحكام وأنزل هذه الأحكام بالوحي إلى أنبيائه ومنهم إلى الناس لكن تكوينا الله سبحانه وتعالى لم يجبر الناس على امتثال أوامره ونواهيه الله أمر بالصلاة فله إرادة تشريعية وقد صدر الحكم تبعا لإرادته التشريعية لكن هل أراد أن يصلي جميع الناس مضطرين من غير اختيار منهم كلا وإنما أراد اختيار الإنسان فتحقق ما أراده من الجهة التشريعية الله أراد إصدار الحكم فصدر الحكم أنزله على أنبيائه وأنبيائه بلغوه من الجهة التكوينية أراد اختيار الإنسان زيان الإنسان مختار لو مضطر الإنسان مختار يتمكن من الامتثال أو العصيان فإرادته التشريعية تحققت وإرادته التكوينية تحققت زيان هسا نجي بالتفصيل الإنسان إذا عمل عملا ومضى زمان ذلك العمل هل يتمكن من إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء يعني نحن يوم أمس صنعنا كثير من الأعمال صلينا إذا واحد صايم إذا واحد ذاكر الله سبحانه وتعالى وإذا واحد والعياذ بالله مرتكب معاصي وإذا واحد لا عمل بالطاعات ولا بالمعاصي زيان الآن يتندم الواحد من عندنا هل يتمكن من إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء كلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا هذا خطاب تعجيزي تتمكن ترجع إلى الدنيا وتعمل بالصالحات حتى هذه الصالحات تتحول إلى نور لك في قبرك وفي المحشر وفي يوم القيامة كلا لا ترجع عقارب الساعة إلى الوراء فهل أنت تستطيع أن تغير الماضي كلا زيان إذا الإنسان في الماضي عمل شيئا لا يتمكن من تغييره إذا لم يعمل شيئا لا يتمكن من تغييره خلص الماضي ما مضى وقته ولزم أجله لا يمكن تغيير الواقع عما وقع عليه هذا محال عقلا وما يشاع أحيانا بأنه إذا تمكننا من اختراق سرعة الضوء ووصلنا إلى سرعة أسرع من سرعة الضوء راح الماضي يرجع فهذا كلام من الخيال هس أحسن تعبير عبر عنه الخيال العلمي وإلا ليس له أساس من الحقيقة لا يمكن أن يكون الجسم في سرعة أسرع من سرعة الضوء هذا مستحيل من الجهة الفيزيائية ورجوع الماضي أيضا مستحيل من الجهة الفيزيائية من الجهة العقلية كذلك إذن أنت لا تتمكن من تغيير أفعالك في الماضي ولا تتمكن من أن تفعل الأفعال التي تركتها في الماضي تفعلها في الماضي لا تتمكن من ذلك زين فمتى أنت مستطيع الإمام يسأل هذا البصري البصري يحتار متى هو مستطيع لماذا هذا السؤال لأنه بعض من العام من طرف يشوف الاستطاعة بديهية يعني إحنا الآن بالبداية مستطيعين أن نفعل بعض الأشياء التي نريد أن نفعلها يعني الآن أنا أحرك يدي هل هذا باستطاعتك؟ نعم هذا أمر بديهي وجداني من طرف آخر يقولون أن أفعال الإنسان هي بإرادة من الله سبحانه وتعالى وهذه الإرادة لا تنفك عن المراد فأفعالنا تتحقق رغما على آنافنا فشلون أنت مستطيع وفي الوقت نفسه أنت مجبور ما يصير هذا جمع بين الضدين بين النقيضين وهو محال وكل عاقل يلتفت إلى استحالة هذا الأمر أنت مستطيع لكن مجبور هذا اللعب بالألفاظ فلذلك لأجل أن يخرجوا من هذه الدوامة ومن الكلام اللي هو مقابل البديهة ابتدعوا طريقة وهي طريقة أيضا واضحة البطلان يقول الإنسان قبل الفعل مستطيع حين الفعل مو مستطيع إن أنت الآن جالس غير متحرك أنت تستطيع من الحركة قبل أن تتحرك لكن حينما تتحرك هذا بعد إرادة من الله سبحانه وتعالى مو منك زيان هذا الكلام بديهة البطلان ليش؟ لأنه معنى ذلك أن عملك لا يكون باختيارك وأنت لا تكون مستطيعا بالنسبة إلى هذا العمل لماذا؟ لأن المناط في الاستطاعة الاستطاعة حين العمل أما الاستطاعة قبل العمل فهذه لا ترتبط بالعمل يعني أفرض مثلا من باب المثل إذا واحد قيدوه وكتفوه وسحبوه سحبا إلى باب دار زيان هذا في حال السحب يتمكن أن يمتنع من دخول هذه الدار لا نقول ليس بمستطيع زيان أوصلوه إلى باب الدار فتحوا القيود وتركوه الآن مستطيع أن يدخل نعم إذا دخل الدار فهو باستطاعة دخل الدار ليش؟ لأنه حين الفعل الاستطاعة هي المناط أما قبل الفعل كان مجبورا هذا لا يجعل دخوله للدار بالجابر دخوله بالدار كان باختياره مثل أفرض واحد أجبروه على شرب الخمر أغلقوا يديه ورجليه مثلا وقربوا كأس الخمر والعياذ بالله عند فمه في هذه اللحظة تركه فراحه هو يتمكن من أن يشرب ويتمكن أن يترك زيان بيقدر يقول أنا مجبور نقول له لا الجابر قبل العمل لا يرتبط بالعمل الجابر حين العمل هو الذي يرفع عنك التكليف وكذلك في عكس الأمر إذا واحد باختياره تحرك إلى أن وصل إلى باب دار حينما وصل إلى باب الدار قبل أن يدخل الدار أخذوه وقيدوه وألقوه في الدار زيان هذا إذا ألقوه في الدار هل دخوله في الدار كان باستطاعته؟ كلا حسنا قبل ما يدخل الدار قبل ما يدخل الدار كان مستطيعا هذا لا يجعل عمله في لا يجعل عمله في دخول الدار بالاستطاعة لماذا؟ لأنه حين دخول الدار لم يكن باختياره وإنما بإجبار أدخلوه الدار إذا هذا التضح نجي إلى أفعال العباد بالنسبة إلى الإرادة الإلهية هذا الإنسان الذي يصلي الآن مثلا منتصف الليل ولم يحن وقت أذان الصبح زيان تقول أنا مستطيعا أصلي الصبح أو لا أصلي هذه الاستطاعة غير مفيدة حين الفجر أنت مستطيعا تصلي هنا أنت مو مجبور أما حين الفجر أجبرك الرب سبحانه وتعالى هذا لا يقال لك أنك صليت بقدرتك وباستطاعتك أنت صليت مجبور أو إذا واحد لا يرتكب عملية القاتل حسن من الآن إلى باتشر تقول هذا مستطيع يتمكن من أن يقتل يتمكن من أن يترك لكن حين ارتكاب الجريمة تقول هو مجبور زيان هو هذا حل قتله كان باختياره كلا كان مجبورا على ذلك المهم أنه في حين ارتكاب العمل مجبور لو مختار هذا هو المهم والإمام في هذا الحديث يبين يقول إذا الماضي أنت عملت عملا أو لم تعمل عملا الماضي ما تقدر تغيره المهم الآن الآن حين العمل هل أنت قادر أو ليست لست بقادر إذا أنت قادر فأنت مستطيع تفعل أو تترك وإذا الله سبحانه وتعالى أراد إرادة تكويني أنت مجبور فلست مستطيعا ما يصر أن كل هذا مستطيع وفي الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى أراد بإرادة لا تنفك عن المراد زين لماذا وقعوا في هذا الخلط أنه هو مستطيع لكن الإرادة التكوينية سببت أن يرتكب ذلك الفعل أو يترك ذلك الفعل بسبب أنهم لم يميزوا بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية نحن عدنا قاعدة عامة من البديهيات أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا مراد الله يتحقق لن فكاك بين إرادته وبين مراده إذا أراد المراد يتحقق ولذا قلنا إن الإرادة من صفات الفعل وليست من صفات الذات لكن ماذا هو الذي أراده الله أهنان لازم يصير كلام ولئما بينوا هذه الدقيقة هل سيمكن عدنا الأمر صار واضح لكثرة ما سمعناه لكن في ذلك الزمان لم يكونوا يعلمون بهذا الأمر حتى الآن إذا تروح عند كثير من علماء العامة هذه المسألة نقطة مبهمة عدهم لا يميزون بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية زيان الله أراد أفعالنا لو لا الله أراد مننا أن نصلي لو ما أراد مننا أن نصلي طبعا الله أراد مننا أن نصلي زيان فإذا صلينا فهذه إرادة الله تحققت فإحنا مجبورين على هذه الصلاة والذي لم يصلي ينكشف أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يرد صلاته فهو مجبور على ترك الصلاة وهذا يستلزم أن يكون العقاب على أمر غير اختياري وهو الظلم لكن إذا ميزت الله أراد الصلاة لكن هل أراد وجود الصلاة خارجا أو أراد تشريع الصلاة أكو فرق بين التشريع اللي هو الإرادة التشريعية والتكوين اللي هو الإرادة التكوينية وإحنا سابقا مثلنا هذا المثال الحكومة التي لها السلطة والسطوة ولها الجيش والشرطة البرلمان يصوت على تشريع زين عندما البرلمان صوت على تشريع شنو يصير الشيء الذي يتحقق أن القانون يصدر نقول أراد البرلمانيون إصدار القانون فتحقق ما أرادوا يعني شنو يعني صدر القانون لكن صدور القانون هذا مو معنى امتثال الناس لذلك القانون زين الشرطة يجون بالقسر يجبرون الناس على امتثال ذلك القانون مثلا عمل الشرطة غير عمل البرلمانيين البرلماني شرع أراد التشريع فتحقق ما أراد يعني شنو يعني صدر القانون الشرطي مو عمل الإرادة التشريعية أن يصدر قانون وإنما عمله أن يطبق القانون أو يلجئ ويجبر الناس على تطبيق القانون زين إذا هذا التضح نجي إلى الله سبحانه وتعالى الله يريد وإذا الله أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لكن الله عندما قال أقيم الصلاة ماذا أراد أراد التشريع وصدر القانون يعني الصلاة واجبة أو غير واجبة الصلاة واجبة لماذا الصلاة واجبة لأن الله أراد التشريع بإيجابها فتحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ما كانت إرادته جبر الناس على الصلاة كانت إرادته إصدار هذا الحكم هذا بالنسبة إلى الإرادة التشريعية بعد ذلك هل الله أراد إرادة تكوينية أن كل الناس يصلون لا ما أراد إرادة تكوينية إرادة تشريعية موجودة يعني القانون صدر وهذا القانون عام على الجميع من مسلم أو كافر بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول وكذلك المسلمون مكلفون بالأصول وبالفروع فالله أراد الصلاة بمعنى أنه أراد تشريع الحكم على الجميع فشرع الحكم وعلى الجميع الصلاة واجبة لكن الله أراد أن تتحقق الصلاة خارجا كلا الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الإنسان مختارا تصلي باختيارك أو تترك الصلاة باختيارك ليش؟ لأن الله أراد امتحان الناس أراد تمحيص أراد ابتلاء ولذلك خير الإنسان إرادة تشريعية بالنسبة إلى الصلاة موجودة نعم الصلاة واجبة وتحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى الإرادة التكوينية شنو هي؟ الإرادة التكوينية اختيار الإنسان وتحققت هذه الإرادة فالإنسان مختار أما الإرادة التشريعية أن الإنسان يقوم بالصلاة خارجا كلا لأنه لو قلت هذا معنى ذلك إما أن تقول الذي لا يصلي إرادته غالبة وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى وكفر لأنه إثبات للعجز والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك أو تقول أن هذا الذي لم يصلي الله أجبره على ترك الصلاة زين إذا أجبر على ترك الصلاة فكيف يعاقبه؟ والله ليس بظلام للعبيد طبعا ألفاظ هذا الحديث ألفاظ دقيقة وعميقة وشرح هذه الألفاظ بحاجة إلى دقة فلذا إحنا ذكرنا معنى الحديث الإمام يبدأ في البداية احتجاج على هذا الشخص البصري بأنه الماضي أنت لا تستطيع أن تغيره على ما كان عليه فالذين يقولون أن الإنسان قبل الفعل مستطيع أما حين الفعل ليس بمستطيع وإنما مجبور فهذا كلامهم يصطدم مع الحقيقة لأنه الاستطاعة في الماضي هذه لا تفيد لا تفيد بالنسبة للعمل في المستقبل العمل الذي الإنسان حينما يقوم به هذا العمل عن اختيار وعن استطاعة إنما هو العمل الذي في حين الإتيان بذلك العمل يكون مستطيعا وبعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أن الله لم يفوض التشريع للناس فأراد التشريع وشرع الأحكام صدرت تحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى من اليوم الذي أراد الأحكام الشرعية يعني الله سبحانه وتعالى مثلا في أول البعثة ما أنزل حكم حرمة الخمر كان سكوت عن ذلك طبعا مو معنى أن الخمر كانت محللة الخمر لم تكن محللة عبدا الله سبحانه وتعالى لم يحللها لكن في بداية البعثة كان سكوت عن كثير من المحرمات لغرض تدريجية الأحكام ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل الحكم على الرسول في مراحل في تحريم الخمر فهل أنتم منتهون؟ خلاص الحكم التشريعي نزل أراد الله التحريم فحرم في نفس اليوم الذي كان الرسول صلى الله عليه وآله موجودا في ذلك العاصر الإرادة التشريعية لله سبحانه وتعالى تحققت لكن بالنسبة إلى هذا الخلق من ذاك اليوم إلى يوم القيامة يصلي لو ما يصلي الله أراد صلاته بالإرادة التكوينية؟ لا أراد تركه للصلاة؟ لا وإنما أراد الله أن يكون مختارا باختيار يصلي أو باختيار يترك ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ألهمها فجورها يعني بيّن لها ما فيه الفجور وبيّن لها ما فيه التقوى بيّن أن مثلا الظلم قبيح الزنا قبيح أكل مال اليتيم قبيح التطفيف في الكيل قبيح وهكذا من المحرمات بيّن لها هذه الأمور قبيحة وبيّن لها أن الصلاة واجبة أن أداء الأمانة واجب وأن كذا 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 واجب بعد ذلك ماذا يقول وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا يعني طحّر نفسه من الفجور وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا لَوَّثَهَا بِالْفُجُورَ هذا خلاصة هذا الحديث الشريف بعد أن يبين الإمام عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات النورانية لهذا البصري قال البصري أشهد أنه الحق وأنكم أهل بيت النبوة والرسالة فالإنسان قد يكون جاهلا لكن فطرة سليمة إذا كانت فطرة سليمة إذا سمع العلم يقبل ذلك العلم لأن الفطرة سليمة وذلك العلم يتطابق مع الفطرة لكن المشكلة أن بعض الناس غطوا الفطرة لذا يسمع الكلام الحق لكن لا يفهمه لماذا؟ لأنه بسوء اختياره غطى على فطرته ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به لهم أعين لا يبصرون به لهم آذان لا يسمعون به يعني سمع تفهم نظرة اعتبار إدراك وفهم إلى سامع إلى بصار إلى قلب هذه الكلمات التي تقال يسمعها لكن لا يدرك حقيقتها قلبه لا يقبل الحق لماذا؟ لأنه ران على قلبه بسوء عمله لكن الإنسان إذا كان طالب حق وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يلين قلبه إلى الحق هناك واحد يجي يسأل واحد غير مسلم واحد غير موالي لأهل البيت يجي يسأل سؤال استفهام أنتم تقولون كذا ما هو الدليل؟ أو هذا الإشكال وارد؟ ما هو الجواب؟ الإنسان المستفهم إذا لاقى عالما ذاك العالم يبين للحقيقة الحقيقة تنطبق مع فطرته فيقبلها لكن أحيانا الإنسان يجي متعنت سؤاله مو سؤال استفهامي يريد يوقع بالطرف المقابل لا يريد أن يكتشف الحق لا يريد أن يصل إلى الحق وإنما يريد أن يوقع بالطرف المقابل فالسؤاله سؤال تعنتي زيان هذا حتى لو سمع الجواب لا يفهم ذلك الجواب حتى لو فهم الجواب ما رح يتبع ذلك الجواب لأنه معاند متعنت ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إذا هذا في خير الله سبحانه وتعالى كان يجعل قلبه لينا يقبل الحق لكن قلبه قاسي بالسبب سوء أعماله ليس أن الله سبحانه وتعالى قدر له القساوة ظلما له لا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فالإنسان بظلم منه الله سبحانه وتعالى يشدد عليه تكوينا أو تشريعا فإذا هذا البصري كان جاي مستفهم لذا عندما سمع هذه الكلمات وفهمها قال أشهد أنه الحق لأنه شاف مطابق للفطرة كلامكم نور النور النور ما يحتاج تستدله إذا الإنسان عنده بصر يشوف النور الآن الشمس طلعت إحنا ناس كنا في غرفة مظلمة إذا فتحنا النوافذ ودخل ضوء الشمس إلى الغرفة ما يحتاج واحد يستدل لنا على أن هذا نور خلاص إحنا أدركنا أحسسنا به أما إذا واحد فاقد البصار حسن النور موجود أنت ألف مرة هم قل له أنه هنا نور موجود إذا يثق بك ويريد أن يقبل منك ما يخالف يقبل لكن إذا لا يثق بك ولا يريد أن يقبل منك يقول لا أنا ما أشوف هذا النور وإذا أنا ما شفته ما أعتقد بوجود النور نقول لأخوة أنت أعمى ما تشوفه مو أنه النور ما موجود أشهد أنه الحق وأنكم أهل بيت النبوة والرسالة أولا عرف أن هذا الكلام هو الحق زين اعرف الحق تعرف أهله هذا الحق ويمنه أنت كيف تعرف أن هذا الشخص الله سبحانه وتعالى استفاه تارة بالمعجزة وتارة من علمه لمن تشوف علمه تشوف هذا العلم هو الحق فهذا الشخص هو أهل للحق وأنكم أهل بيت النبوة والرسالة أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موسيقى 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 موسيقى